السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله ما امين اولاي وقلت معها وقلت مع جميع الحلول وما بغشت كده قولك انا مره اي داء لما قاتتاش انا هدي ومره ازا ما مسهنة بسيش واحدة صغيرة وقلت معها جميع الحلول اللهم بغشت حل بلعندك دكتور نديره معا عيت معا يا أخي الله يحفظك يا أسين الله يرحمي الوالدين الجمعة مباركة لا يلا هي لله الله يهدي مخلا أمين يا رب أخي ياسين فعلا الصلاة هي رمش مسألة اختيارية الصلاة هي عمود الدين بل نحن فوق الكوكب الأرض إنما خلقنا أصلا للصلاة إذا نريد أن نرتم سلم الأولويات لماذا نحن موجودين فوق الأرض ماذا نصنع كل ما نصنعه من أجل العيش لكن نعيشون من أجل الصلاة لأن ربنا عز وجل يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون العبادة ولما نسمع الله أكبر معنى أن كل ما حولك الله أكبر منه أترك عملك أترك زوجتك أترك أولادك أترك والديك أترك كل شيء وتوجه للصلاة أي حاجة مهمة الله أكبر فلابد أن نصلي لأن الصلاة عمود الدين السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله فأخي ياسين الوليدة ديالك ما كتصليش هو العيب ليس عليها كان تذكر ذاك الوليد ياسين اللي عنده 14 عام وكان مكفوف في 2014 لما استضفنا هنا في الإيداعة جاءتنا واحد سؤال هكذا واحد سيد يقول تهوا بأن أباه عنده 60 عام ولا يصلي وننقول لك لوليد ياسين عنده 14 عام قلت لي ما رأيك في هذا استنعم وما كتصليش أش قال لي الجواب دياله قال لي العيب واللوم ليس عليه ما عليه واله استنعم ما عليه واله ما كتصليش العيب واللوم على والديه لأنه مربوش ملكا صغير يصلي فكان عليهم يربوه من صورهم لأن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال لنا علموا أبناءكم الصلاة لسبعين وضربوهم عليها لعشرين وفرقوا بينهم في المضاجع كان المفروض أن الوالد أنه يربي ولده بنته على الصلاة في الصغر ده بالأم ديالك أيضا نقول لنا نفس الكلام العيب واللوم ليس عليها لأنه ما عرفاش وما علموهاش فكان المفروض في صغرها الوالدين يأخذوا بيدها في سبع سنوات بالتي أحسان أجل صليك كلمة طيبة مرة تصلي مرة ما تصليش وكتعود كتعود شيئا ما شيئا ما في عشر سنين كي بدي يستعملوا مع شوية للشدة الشدة نغسو يصلي وعقاب أننا نعطيه ونمنع إذا كان لم يصلي وهكذا غني يدرب شيئا ما شيئا ما حتى كنت ضم في الصلاة الصلاة هي دربة وتوفيق من عند الرحمن فالمطلوب السياسي نبالآن قل لها الوالدة دي موعدها قل لها الصلاة رامل غنودع من دنيا حينما يموت الإنسان ويدخل إلى قبره أول ما يسأل عنه الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله خوفها كلي كيجيب الخوف وكلي كيجيب الترغيب فإذا كان الصلاة يكفي القلوف الخوف أن هناك تعبان ينام مع الإنسان عيناه جمراوتين ولسان فيه لهيب قالوا من هذا التعبان قال لتارك الصلاة كيقولي أنا تارك الصلاة فينام معك في القبر والعيد بالله أترضى أن يكون هذا الأمر بالمقابل الذي يصلي فصلاته تتمثل في مخلوق غريب جميل الصورة رائحة طيبة فكيقولي أبشر أبشر كيقولي بشرك الله بالخير من أنت كيقولي أنا عملك الصالح رأى الليدر الإنسان غير جزى بها الوالدة ما حد بقى على قيد الحياة قولي أنه تصلي راغى العجز راغى إبليس وخبرها قولي لوالدة هذا الجفاف اللي لدينا في البلاد والناس كيتشكاوا رأى ما كيش المطار رأى من مين أهم الأسباب هو تركوا الصلاة مليك ترك الصلاة ربي عز وجل لكي يمنع كي يمنعهم المطار كان واحد الأستاذ كي يقري مادة البيولوجيا في الجامعة وكان في المدرج ديانوك يشرح للطلبة كيف فيت الأمطار والسحب والمداخ وكيف احتباس الحراري ومتى الأرض تصبح جفة وتنشق لما لم ينزل عليها المطار وكيف المطار يمتنع وبكاك يشرح لهم والطلبة كيفهمو علميا وكان جماعة ولده صغير ولده صغير ويقول لي بابا بابا علش علش الله تعالى كي يمنع المطار من اسمه الأب بغي يشرح عليه علميا والدري ويقول لي عفو يا بابا علش حتى كين الروبيني وربيك يسد الروبيني من الفوق يسدو والأب بقى مدهوش قال دراية الحقيقة وخل نظرية العلمية كتقول هناك مؤثرات رياح غربية شمالية أدقى الكلام ولكن الصواب رفعا أن الله تعالى يمسك رحمته فالأب دك يبكي وعندك ولده الصغير قال لي نطق بالفطرة فقل أخي ياسين الوالدة ديالك قل لي هلأ إلاشت مصبت ربي سبب الناس لما كيصليوش أنت وحدا منهم واش بيتيالناس يموتوا بالجوع بيتيالبغائم والمواشي يموتوا بالعطش نضي مصري ولعني الشيطان وأكيد بهذا الكلام ربي سبحانه وتعالى غد يهديها نسأل الله تعالى أن يحبب لها وإلينا جميعا الإيمان اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعسيان واجعلنا من عبادك الراشدين اللهم يا رب اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا اللهم يا فالق الحب والنوى اعطي لكل منا ما نوى وفوق ما نوى اللهم يا رب يا كريم احفظ هذا البلد الأمين واجعل بلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظ سلطاننا المحبوب أمير المؤمنين جالة الملك محمد السالس الله موفق للخير واعين عليه واستحبه وعلى يديه اللهم يا رحمن يا رحيم أكرمنا اللهم أغيتنا اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت اللهم اسقنا الغيت ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيت ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيط ولا تجعلنا من القانطين اللهم أغتنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت اللهم اسقنا الغيط ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيط ولا تجعلنا من القانطين اللهم اغتنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت اللهم اسقنا الغيط ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيط ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيط ولا تجعلنا من القانطين اللهم أغتنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله